اكتضاد على مستوى الراغبين في التسجيل وخصاص في الأطور التربوية الموسم الدراسي بضرير بيضاء سينطلق متباينا من حيث الطاقم التربوي فائض في بعض المدارس وخصاص في أخرى مما دفع الأكاديمية الجهوية إلى تفعيل مسترات إعادة الانتشار للتشمل عشرات المكونين روبرتاج عبدالله أيتا بيتحرير نديا أحد ألف وثلاثة وخمسونة هو عدد المتقاعدين من رجال ونساء التعليم للموسم الدراسي الحالي فيما فاقت طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي الألف ممن مارس العمل لمدة ثلاثين سنة أرقام تطرح مجموعة من الأسئلة حول ما إذا كانت الأطور التربوية توازي عدد أفواج المتمدرسين للموسم الدراسي الجديد بجهة الدار البيضاء قولي أن نحن نتبعوض حركية المجالية التي نفضل بها بإعادة الانتشار بالنسبة للأساتدة المتوفرين أن هذه السنة النسبة للأساتدة التي ستشملها عملية إعادة الانتشار أعتقد أن تتجاوز 180 إلى 260 من مجموع 213 ألف التي ستكون مستقرة وتلتحق في اليوم المقرار للدخول أو الانطلاق الفعلي للدراسة الخارطة التربوية تتباين على مستواجهة الدار البيضاء أربع نيابات تحقق الاكتفاء الذاتي نيابة أنفال في داء بن مسيك عينسبع في المقابل خمس نيابات تعرف فراغا بخصوص مقاعد المدرسين فكيف يتم تدبير هذا الخصص؟ أول شيء نلجأ إليه هو الساعات الإضافية ثم كذلك نلجأ أحيانا عند الضرورة إلى استغلال أمثل موارد البشرية المتوفرة عندنا كاحتياطي سواء في الإعداد أو البتدائي والذي أثبتت تجربة والكفاءة ديالهم الاشتغال في الجدع المشتركة في التأهيلي أنهم ينتقلوا بطبيعة الحال بطلبين منهم يكون واحدة طمئنان على أسس أن دخول المدرسي إن شاء الله هذه السنة سيكون دخول المدرسي عادي وفق الضوابط التي هي معمول بها الترشيد، العقلانة، العمال، الكباب عن قرب على كل قضايا المطرحة داخل المؤسسة التعليمية أكثر من خمس المتمدرسين بالمملكة يتموقعون بجهة الدار البيضاء وحتى لا تعرف مؤسسة هذه المدينة حلقة مفرغة في القادم من الأيام واجب تدارك الأمر آنيا حتى يحقق المتعلمون دخولا مدرسيا متوازنا وجديا